السلام عليكم واشتراكم خوتي إن شاء الله تكونوا لباس وبخير ولا خير خوتي جيتكم اليوم في فيديو جديد فيديو تعليم مهم بزيار بزيار بالنسبة للناس البطالين خوتي كما درتكم يعني في اليوتيوب بتاعي درتكم كما نقولوا استطلاع الرأي كما نقولوا حنا يباش نشوف الناس يعني كما نقولوا المتابعين خوتي هادوما والله هو تأسي اللي يحبين اندلهم موضوع اللي رام حبينوهما خوتي كما اشتوا بزيار ناس صوتوا على الموضوع اللي هو كيفاش ندير التأشيرة الى تركيا بالنسبة للناس البطالين يعني الناس اللي ما عندهم شغل خوتي اليوم عندي يعني زوج طرق زوج طرق مهمين بزيار 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 ان شاء الله خوتي يكملوا معي الفيديو حتى الاخير لان طريقة ثانية مهمة بزيار بزيار واغلبية الناس 99% ما يعرفوهاش وطريقة جديدة خوتي وان شاء الله يعني كما نقولوا وان شاء الله خوتي تستفادوا من موضوع هذا الى ان شاء الله كامل تقوموا لينس اللي مش خدامين بعد ما يشوفوا هاد الف فيديو ان شاء الله راح يدوين الفيزا protector الموضوعين ونطلب منكم بمخوتي انكم تدعونا ان شاء الله Increment وكما نقول قبل ما نبدو الموضوع اذا دورون beview같 belonging وديرونا متابعة بالزر الأحمر إن شاء الله وإن شاء الله يعجبكم الفيديو هذا خوتي لأنني متأكد ومعلومة وطريقة مجربة 100% خوتي الطريقة الأولى اللي راح نتكلم عليها دورك أغلبية الناس يعني عندهم فكرة عليها يعني ولكن ما مش فهمينها بالضبط نفسرها لكم ونعطيكم الطريقة جديدة الطريقة خوتي الأولى اللي هي تخدم كما نقوله حنا واحد من العائلة تاعك يعني الأب ولا الأم ولا الأخ ولا الأخت يعني هذو ما اللي يقدروا يدروا لك كفالة يدروا لك لأتستاتيون دي بريزن شارج يخدمها لك الوالد تاعك هذا ولا الوالدة ولا اللي يكون خدام اللي يعد خدام ولا عنده رجستر كوميرس ولا بطاقة حرفية ولا مهمش مهم يكون عنده حاجة يقدر يدلك بها الكفالة اللي بازو عليها بزاف كما نقوله خوتي هو الكونتر أورو يعني مثلا نفترضه أنا هو مانيش خدام وفي عمري مثلا مثلا نقوله نحن 25 عام وحبيت ندير فيزا وبابا خدام يخرج لي شهات عمل أتستاتيون ترافاي تروع فيج دي باي لا فيلياسيون تعلق الكناص وكونت أورو كونت أورو خوتي أورو ولا دينار ولكن يكون فيه دراهن على أقل ألف ومائة أورو ألف وخمسمائة أورو ولا دينار يكون خمسة عشر مليون وعشرين مليون لكي تروع فيلهم باللي عنده دراهن زائد الوراقي هذا هو تعالوه للتاعي والوراق اللي نخرجهم أنا مثلا نخرج شهات ميلاد فيش فامليال متعلق اللي لطيفه حجز من فندق حجز تذكيره الرسمية حجز فندق حجز تذكيره الرسمية ولميع جهاز شهر هذا هو رفع حواج أنا نخدمهم لكم خوتي نخدمهم لكم خوتي بطريقة مريئة و بسعر الخيش بزاف خوتي مرحبا بكم أي واحد يحب يتواصل معيا أنا أدخي فيس بوك هكما تقوم بم التاحت أو الانتجرام مرحبا بيها ولكن خليكم الواتساب بتاعي ثاني نخدم معكم خوتي حاجة كونفيرمي وسعر رخص بزاف وكاين بزاف ناس تعاملوا معي وخدموا معي أراكم نشوف تعليقات ان شاء الله خوتي في الصندوق يعني تحت تقوي تعليقات تعليقات للناس اللي تعاملوا معي سواء من ناحية ثقة ومن ناحية كما نقوله كونفيرمي وكل شيء مهم هذه خوتي هذه طريقة الأولى ما راح بيها خدام وصغير شوية فلاش من عشرين حتى ثلاثين يقدر يدير كيكونوا والدي خدامين ذوكا واحد داخل يقول لي أنا بابا مش خدام واما مش خداما اخوه مش خداما اختوه مش خداما ما كان حتى واحد في العائلة خدام وانا حابا ندير غيزة بطريقة قانونية وش لازمني هذا السؤال مهم بزاف وكن دائما نبحث لكي نجدك جديد والحمد لله ونجدك طريقة مجربة نحن نتجاوزنا الطريقة الأولى كيفية ملف وكذا وتدفع النورمال الطريقة الثانية هي الإجابة على التساؤل وهذا ما كنت نحكي عليه كان واحد صديق لو كنت نحكي لكم قصة على صاحبي صرت معها هذه التجربة كيف تستفادوا من أنتم أخوتي وهي الطريقة الثانية تواصل معي عن طريق ميسنجر هو صديقي صاحبي قال لي فولا رشيد لكي أراني شريت ولكن أخوتي لكي أراني شريت لم أخورت كل شيء لم أخورت أي شيء اذا لم أخورت آخر لا يجب أن نشري دوسيا أما نشري شناد وصم درحين أو يخدم لورقات أو كذا مهم أنا أخي لم أساعدت نشر هذه الطريقة نخسر بزاف درهم و لا يضمنها قال يشوف ديك ما تعرف طريقة مضمنها هذا يبراسك أخي قلت له أخي أن يشوف كائنا وطريقة نجربها إذا أعطاوك أنا نقوم بفديو وبسبتك أنتها سوف يمدون بزاف ناس إن شاء الله لا أعطاوك أحد ما قال أحد يشغل لك شريت دوسيا و راح تلك وصي قالي أخي قالي يخسر زوج مرات لازم نجرب لازم نجرب مخسرته أخي خاسر خاسر نجرب يا أخي بطريقة هذية قلت له شوف في البريود هذية نرى محلو ريجيستر كوميرس اللي هو سجل تجاري للتجار المتناقلين هذه حلوها جديد ريجيستر هذي قلت له راح تدير عليها كوميرو دوسي و دير ريجيستر يمدون لك و لا تسقب لك بزاف خوتي و لا تسلك 400 و بعد تسلك 500 نورمال و لا تفط لك مليون ريجيستر كوميرس يكون عندك في يدك بعد ما تجرب ريجيستر كوميرس و ماذا لازم تدير؟ تفتح كونت أورو تدخل فيه برسمو كونت أورو تدخل لرهم 1500 أورو والله تكريها والله تسلفها و لا تبراسك تدير فرسمو و غدوة تخرجها تدير روتري ورقة على الفرسمو ورقة على روتري زائد ريجيستر كوميرس اللي حكينا عليها احنا هذه يقول الصاحب يدير هكذا الطريقة و من بعدها وش قلت له أخدم كما نقوله طبيعة الحالة أنا نخدمها ريزارباسيون أوتيل ريزارباسيون بي فورميلر و شهة ميلادي خرجها هو و فوتو خوتي 5 سور 5 فوتو قبيت على الباسبور هذا هو ملوراقي كامل هزهم شد موعد فيه سطيف في القاتوي يعني تهى سطيف تدفع نورمال كما كان الحال شد الموعد خرج الأوراقي كاملين تبقى له تأمين عن السفر يديرها عندهم في القاتوي دارها عندهم تدفع دوسي كل شيء مري قال دار فوتو كوبي على السجل التجاري داروه برا مهم وصل عندهم ادفع وراقيه كمال سلك كل شيء سقامت له زجملين و ثلثة مياه كي يدير لسيرونس عندهم لأن لسيرونس عندهم تعتروه موى باش في حال ماعطوكش الفيزا يردون لك دراهمك أنا هكذا قلت له باش ما تخسرش بزاف قال لي اوكي ما كان حالتهم مشكلة دار كيما كل شيء مهم بعد 15 ايام اتصل بي قال لي قال لي اوكي اوكي قال لي اوكي اعطوني فيزا وبرك الله فيك ويعطيك الصحة وقفت معايا وكذا وكذا قال لي بسببتك انت ان شاء الله رح نديروا فيديو وان شاء الله سنسللكوا بزاف الناس اللي رحمة ينصبوا عليهم وعلى باكي مخوتي مهم كما كان الحال وان شاء الله الحمد لله صاحبي وجل الطورك وان شاء الله ان شاء الله للناس كامل اللي رحمة يجو ان شاء الله بطريقة سهلة هني فهمتكم هو قبل ما يجي يقول لك انا الريجستر كوميرس لازم ان نسكرها وكما كان الحال تقدر تسكر الريجستر كوميرس بعد ما تحصل على التأشيرة تحبس الريجستر كوميرس نحن لوحد سألك لا يعرف ما تحبس هذا هذا هي طريقة السهلة لا يوجد حتى العلم الأول تقدم رجستر كوميرس تفتح كونت أورو دخل في إدراهم تسلفهم والتكريم تعود تخرجهم تقوموا راقي اللي لم يعرف شيء يتواصل معي حجز فندق حجز تذكير فورميلار شاهد ميلات فوتوكوبية على الباسبور فوتوكوبية على السجل التجاري كما نقول صورة 5 سور 5 تطلع تدفع كما تدفع تدفع وتروح الفيزا عندك طريقة قانونية طريقة مريق لما فيها للف ولا دوران نتمنى أنه يكون أعجبكم هذا الفيديو وهذا الفيديو خووتي أراني معلومات من القلب خوتي ومجربة مئة بالمئة وبإذن الله لي تدفع كامل يدوب هذه الطريقة كما قلت لكم لا تنسوا الدعمونا تديرونا جامل هذا الفيديو وتديرونا كذلك متابعة للقناة خوتي وإن شاء الله نبقى دائما لكم الفيديو مهم أنا عليا لكم الفيديو كما يقولوا الشابين نعطيكم فيديوهات كما تديروهات بسو مرخيصة خدمات كما نقول لنا نقدر وفارهم لكم أخوتي فهم كيف كيف تديرو الروتور ونخدمكم كما نقول هناك ريزارفات وفارمي لرقداء أي دولة أي معلومة أنا أخوتي وهذه هي أخوتي بارك الله فيكم وما بقى لي إلا نقولكم السلام وشكرا أخوتي أخوتي السلام عليكم